موسيقى بس إيه؟ أقول لك إيه؟ لو البيت اللقوها دي من طلعي الشغطو هتعين عيشتك عارف يا مومي هتقطعي لثاني وتعطي في سنوتي وتأكله لي أيها يا حبيبتي كويس إنه كتير سيحفظ الدرس ها طبعاً عشان اللي بيكزت مايستهيش شغيش بلسان أيها بالظبط كده يا حبيبتي لو طلعت بتجذيب بقى هقطع لسلك من الأغروه أخوها والحلمك هعمل عليهم كابسات مفاجأة لو لقيتهم قرب منها قوي ولا حاضينها ولا حاجة هطربة إدوني على أن باقي كد معهم محبش حد يقرطصني أبدا نعرف يا ماما خلاص؟ حضر العشاء؟ هموت مجوع ما كانتش لي في الميدان يا حبيبتي مهم بيوزعوا عليكم هناك واجبات مشوية عرف لو الثورة دي فشلت؟ شعب كله هو اللي هتشوي بالبرطة من تقول إيه؟ ملاحظة ساعدة شين الأكل ده؟ يفرش الجرارين تحته اللي حسن يوسخه بالمطرش زي ما عمل المطيع بتوراك المران اللي فاتت يا حاضر تروح بيته إزاي؟ دي مخاطرة ملهاش أي لازمة وبعدين مونا كده ممكن تسأل منك انت مشتفقت معاها ما تعملش حاجة مغير ما تقولها؟ راجع فهميني مونا عمرها ما هتحس بالله أنا وانت حاسين بيه أنا متأكد نهاك أنا بتحب أحمد بس عمرها ما هتحب وقد دخوه مراته عشان كده كل خطوة عايزانا نمشيها قانوني وشرعي وسلمية سلمية وجولها جايز ده واللي زي هيسم مش هينفع معاها الكلام ده خالص أيها بس حكاية سلمية دي مش حقصة خالص أنا كنت فاكرة كده زمان أنا وأحمد وشباب كتير معانا بس الثورة غيرت تفكيرنا كلنا أنا معايا فيديو كنت وصورت والأحمد الله يرحمه وليل تستشهاده كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده تحديدا عايزة دهولك تشوفه واضح أن انت فنتيني غلط أنا ما بكلمش على الثورة بشكل عام أنا بتكلم على هيسم واللي زيه هيسم ده ما عرفش هل لغة القوة والقانون مش هجيب مع أي حاجة طبعا هنعمل إيه يعني هنختاله مش لما لوصله الأول الموضوع مش سهلة قوي كده مين قالك إن واحد زي هيسم ده مش عامل حسابه كويس جدا ومأمن نفسه وحطت حراسة تحت بيته وأول ما هنروح له هيبقى فخ عشان يقبض عليك ده زي كان قاعد في بيته أصلا أكيد هيسم بعد ما الثورة قامت خد مراته وعياله قاعد في حيطة تانية خالص خصوصا بعد ما عارف إن أنا هربت وإن أحمل اسطوش ده اللي يرحمه ده وايكوني فاكرا إن أعيسم ده نعم على هدانه ده مصح صح مصح صح أيوي كمان طيب يبقى تروح له بنفسك ليه؟ ادينا الزرف اللي إنت عايزه يوصله وأنا هواديه لا أنا عايزه يعرف إن أنا بدور عليه بنفسي هو أكيد عارف إن أنا هوصله عن طريقك مش محتاجة فقاقة يعني أنا عايزه يستفز ويخرج من الجوحر اللي هو مستخب في ده وبالطريقة دي قاعد هنمسك عليه أي غلطة وبعدين مش يحسن ما نقعك كده حط إيه على خد دي مستني النظام يسقط اللي هو في المش مش يعني ده لسه متشاق أصدك واقعي صدق إن أنا ما شفتش هيسم ده حد النهاردة أوه صحيح أنت أكن بيتحقق معاك وإنت متغمي أنا آسف في السؤال ما عندكيش أي صور ليه؟ السؤال يستحق الأسف فعلاً أه طبعاً ما عنديش بس شامل أخوي عنده صور كتير اليوم وبعض أجيب لك واحدة حاضر دي حاجة الحاجة التانية عايزك تساعديني إن أجيب حدة سلاحة سلاحة؟ ليه؟ هو إيه اللي إيه يا رجل؟ عايزيني أطرد واحد زي هيسم بأدها فاضية بص بقى أنا معاك إنك ما تقعدش تستنى إزاي ممكن نوصل له بقانون لكن الموضوع ما يوصلش إلى درجة السلاح يعني يالا العيشة جاهز الله أكبر إيه؟ خبديتك أنا أسفة أنا أسفة قوي إن إن قطعت عليكم خيلوتكم بس العاشة جاهز وقلت يعني تكلوا بسرعة عشان البنتين هيجوا يشرفوني في قطي من نمو معي ولانت عنك مانع لا لا أبداً أنا أساساً ما بعرفش رام غير لوحدة يا طانت معقول يا طانت كل ده أكل تعبناك والله مش ممكن كل الأكل ده مفيش لم أم خليه ولا إيه؟ خارب البلد وناهب البلد والمكرمين اللي خادوا الفلوس وهربوا كلهم الحسن وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه أم أجهزك العشة أهو النبي لا حسن الواحد رجليه دابت من اللبنة المهببة دي إيه القناة في المشغيل ده؟ ما تشوفوا لنا حدا تفتح النفس على الأكل ما تستنى إبقى ما نشوف أخبار البلد إيه؟ البلد خربت بس خلاص قادي موجز الأخبار يا حلطمك عايز إيه تاني؟ يعني هي كانت معدولة قبل كده يابا ما ان شاء الله تتعدل واحدة واحدة انت بترد علي؟ لا أنا ما بردش أنا بقول رأيي حد طلب منك رأيك؟ ايه ايه شرين عيب عيب ما يصحش؟ هو إيه اللي عيب ياما أنا قلت حاجة غلط أنا بقول رأيه بس شفتي قال اللي عملته الثورة قلة الأدب لا يا رحمك الكلام ده مش عندي مفيش حدي هنا في البيت ده ليه رأي غيري لأ طبعا ما ينفعش يابا من حق أنا أمي نقول اللي إحنا عينزينه طالما بنتكلم بالذوق الأدب والإحترام لا خلاص خلاص يا إخويا ما تقصدتش يا بتي اشتري نفسك أصلا منفعل شوية اللي شافته في التلفزيون هادي اللي عملته القعدة بالبيت عبد الناصر والراغي مع امراته وعياله بوازوا أخلاق البنت نسيت اللي عملوا فيك المحروس ابنهم ولا عاوزان أفكارك لا يا بابا لعم عبد النصر اللي دعوا بالكلام دولة حتى محمود كل الحكاية بعد ما فيه ناس استشهدت وناس اتصابت وناس خرجت من بوتها علشان تضحي بحياتها إحنا لازم ما نبضلش زي الأول زي ما هم خرجوا عشان نغيروا حال البلد إحنا كمان لازم نتغير هنتغير نعمل ايه يعني؟ شايفانا بنلعب بالفلوس لعبة زي الحرامية الكبار انطقل الله ما تهدى شوية يا هاخي نفهم من الأول إيه تقصد إيه يما أنا كل اللقصود وإن إحنا ما نفعش نقل نتفرج عليهم وكأن البلد مش بلدنا إحنا ما نفعش نقل نتفرج على البرامج اللي بيطلعوا فيها ناس ضد الثورة يشتموا فيهم ونصدقهم إحنا بس عايزين نصدقهم علشان مش قادرين نعمل زيهم وننزل ونغير معاهم هنعمل إيه يعني؟ يا البلد عملت لنا إيه من أساسه؟ لا بقى ما عندكش حق في الكلام ده دي بلدنا حلوة ومش شفناش منها أي حاجة وحشة ولا حاجة كويسة هدي إحنا عايشين وخلاص لا يا بقى فيش حاجة سمحنا عايشين وخلاص منفعش تقول كده لو إنت مش قادر تنزل معاهم وتساعدهم يبقى تساعدهم بقى طريقة تانية ممم عاوزي تعملي زي العيال اللي بيلملموا البطاطين والأدوية ويروحوا يدوها للعيال اللي قاعدين في المهدين عشان يفضلوا قاعدين في المهدين والبلد تتخرب أكتر مها خربانا ومالوا يا أخويا ما إحنا عدنا بطاطين نياما والدولاب مليان أدوية قد كده تاخد منهم شوية وتدهولهم يا أموما يا أما الحكاية مش حكاية أدوية ولا بطاطين هم أصلا مش مستنين مننا حاجة كل الحكاية إن إحنا منفعش نور تتفرج عليهم وخلاص يا بنا أحمد بعد ما استشرت حلفت إن أنا مش هرجع زي زمان عبيطة ومش فاهمة أي حاجة ولا حتى داريانة باللي بيحصل حواليه أنا قلت هاسأل في كل كبيرة وصغيرة وهفهم مش كل حاجة هاخدها من البرامج الكتب دي وأي برنامج بيطلعوا فيه الناس بتشتم في الصورة والصوار هتصل واقول إن انتو كدبين ولا اللي هدفع الفطورة ألا إنتا دايما كده تحبيتها على طول بتقولك عشي خاطر أحمد الله يرحم اتكلم يا بنتي على راحتك وأنا اللي هدفعي الفطورة أنا عم وغم هالصورة قال حريزنك يا أم هو فيه إيه؟ هما مالهم اتمخ ولا ولا هم مجوز ماما يا بنتي حزي 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 هكا فيش يا حبيبتي أنا قويس موسيقى المترجم للقناة 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 هزمع ايه فاني لما تقابل السكوريتي يقولي على ساعات الباشا عشان يحس ان فيه ثورة وكده يعني حاضر فاني ثورة اشتركوا في القناة 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 مصر محدش يقدر يحكمها من غير جهاز امن الدولة حتى العال في التحرير دي لو مسكوا الحكم يعني في المشمش برضه هيشتغنوا معنا ومش هيستغنوا عننا جمت قلبك ربنا يطمينك يا باشخ ربنا يطمينك والله يا فندم انا كنت بقى القان كل ما اسمع خبر اقول يا ترى الخبر ده بجد ولا اشتركوا في القناة بس يلا كل هيرجع عريب زي ما كان بعد الكهارات اللي طلعت دي اللي عاية المعتصمين دول بقى من همش حجة يروحوا ويريحوا دماغ أمنا قد لو فضلوا قاعدين ساعاتك قاعدين؟ ده الناس نا كلهم اكل الناس خلاص يا ابنة مش حمل لعطلة ولا حمل خوف الناس خلاص مرعوبة المهم انا عزك تجد الملف الوقت محمود ده وملف اخو ابوه وكل قريبه وكل اللي معاه في القضية هتهمني بسرعة ليه كده يا فندم مش ساعاتك قلتها هتتجهله خامس يا عم ريح قلبي حاضر يا فندم حاضر في حاجات في دماغه عايز تأكد منها حاضر يلا حمصني بس يا سيدي قاعدة حكايتي بالتفصيل اللي ما امل ما اتهقليش نسيت حاجة هم بكرا لما النظام ده يسقط وتتفتح كل ملفاته التاريخ هيفقده النطق من المخازي اللي مفروض يكتبها الله يطمنك انا لسه هستنى التاريخ لما هيكتب قصتي انا ما قصوتش طبعا انت مستنى مني ان المفروض اقولك على طول رأيي في اللي مفروض تأمله متخليميش اقولك جبتك يا عبد المعين طب عايز نقولك الحق ولا ابن عمه الاتنين مالهمش لازمة في البلد دي هذا اللي يطلع من ضميرك مبدئيا ما تحملش هام المكان اللي هتوعد فيه لانك انت هتطلع من هنا على شققتي انا يا سيدي قاعد لوحده وشققتي فضيع واغلب الاوقات في مصر وهيبه معك راجي اومون ااخدوا بالهم منك وشوفوا كل طلباتك ايوه 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 افاهمك ازاي شوف قصتك بكل الظلم اللي فيها هتفضل مجرد قصة طول ما النظام ده موجود يبقى لازم اسمع كلامك بقى واستنى التاريخ لما يكتب قصتي بيقولك النظام موجود انت شفت فين مجراسك بارك ها شفت فين مجراسك بارك ده اللي يحليني مشكلتي شفت الديناصول الضخم وهو بيطخ شفت ابقى كن اوم فرفر بديل وكنا مغفل له وعشرين ثلاثين واحد من مويتهم ولا بايده اوم طياركة معربية لكن في الاول وفي الاخر حيوقع حيوقع ها مش بقى اقولك الله يطمنك قول بقى يا رب الديناصول ده مالوشيش انا بديله هو بيقع هيا دي بقى الفكرة فانك لازم طول الفترة اللي جادت كنة تماماً وتبعد عن اي مغامرات من اي نوع ايه بتبصلي ليه؟ طب والله العظيمة قلت له اي حاجة هو اللي اطهل واحده طبعاً واسبك من جزء السجن لان ده هشتغل عليه اول محوصة لمصر انا لها كازا حد من زمالي بيجمع داتا عن اللي حصل بالنسبة لملف السجون وخصوصاً سجن واد النطرون وسجن القطة وطبعاً تسمعتي عن اللي حصل لله هو محمد البترانا اللي يرحمه اللي يرحمه لما نجمع اكبر تفاصيل ممكنة عن ملف السجون هيبقى شهادتك مهمة جداً بس الاهم من ده بقى هو قصتك مع امن الدولة ده حتى بعد اسقوط النظام لازم يكون لها شهادتين شهادت الجرعة بتاع طانطة اللي اختفى والجرعة بتاع الصيد ماذا كان يفضل عايش لحد دلوقتي لغاية ما نتأكد انه ما تهيفضل عايش ان شاء الله حتى يا سيدي ننزل دور عاليف المكان اللي انت سبتوا بعض فيه ده غير كمان عن طريق المحار العسكري اللي عنده في الجورنال وهقلب لك علوم الدنيا في كشوفات المساجن المصابين اللي نجيش قبض عليهم يا رب بس يقول اسمه الحقيقي المراتي بس يا محمود هي مش حاجة سهلة بس مش مستحيلة بس هام حاجة بقى ان لحد ما نلاقي اي حد فيهم انت متختفيش لان انت ممكن ان تقبض عليك مش هيسم بيحاولي صفيك مستغرب ليه؟ اكتر واحد الان دلوقتي هو هيسم لانه لما النظام ده يسقط وليما اسألت وقته زي مانا ومصر واحتسبتلك الايام كلامي هيبقى مطلوب منه لما يتواجه بالتمدى قدام القضايا انه يرد عليها عشان كده الاسهل بالنسبة له انه يخلص عليك زي ما تخلص على اسبعيل ما قول الله طالما ما شفناش جثة ملزبعش الاحداث احنا نعمل اللي علينا ولا بدلوش اي فرصة ان هو يوصل لك انت بتبص البعض ليه؟ على فكرة بقى انا قدل مش متطبع من حكاية كروجة الصبح دي وراه مصيبة يا رجا؟ لا خالص والله ادى انا لسه كنت بقوله الكلام ده الصبح وحنا بنفتر لازم ما يديش فرصة الهيسم ان هو يأزيه ابدا وإلا حقق احمد هيبقى ده عادر بتعطي تزيوه مصرحة ابدا على حبيبي العدلي كوني اخذات الدخلية مود امر بحق الحبيبي العدلي عنتم مستمر حبيبINO مستمر حبيبي العد trump مستمر الحبيب ومشون مستمر حبيبي العثور سمح بتكون هنا Assistant ا詐قّى جسMS كذنه بغمان عندما ا نهضه لا موزا الفي أخبار سيادش تحب نفسي أجرى إيه يا خلتين؟ كنت بحسبك تفرحي أفرح على إيه يا هابل أنت استغفر الله العزي هتخلين أغلط ليه بس في بيت ربنا؟ أنا ما لناب اللي يقبضوا عليه ولا اللي يتنايل على أينه حدا؟ أنا نادرت نادرة مش هخرج من هنا غير لما أخد حق ابني وهشوف اللي قتلوه من صدرهم لكبرهم مترصصين قدامي كده هوق في القفص كلام فاضي وما يلزمنيش ببزلة ايه اللي انت جايبها معاك ده يا بيت؟ ده شفاية والأسوحة بترزعملهم بإيديا يا رب بس يعجبوك يا سيت الكرف لا حول ولا قوة إلا بالله هاكل طبيقيا بيت في بيت ربنا؟ وما لو خالته هو حرام؟ وهم بيعملوا كده لما بيجوا واعتقفوا في الجامعة في رمضان وحتى لو حرام كان خدم الجامعة ما دخلنيش بيه وانا دخل ده حتى قال لي خلي الحاجة تدعي لنا ده تلاقي عينو في الأكل؟ ابقى الديهول وانت خارجة انا معايا أكل الحمد لله قومي بقى قومي قبل ما المغرب يكبس عليك ماشي يا خالتي متشكرة بس انا بردك كلهم هعملك الأكل بإيدي ويجبولك لحد عندي تكليد شاحتي انت حرة سلام عليكم استني يا بيت قوليلي السلق المرة دي زبط معاك في القلقاس ولا فتحانة زي كل مرة؟ جربي بنفسك استغفر الله هالعظيم الله الواحد مكسوف من نفسه لكن نعمل إيه بقى؟ ما هو لازم نتقوت عشان طاعت ربنا قدرني يا رب بجد؟ حلو المعلومات دي ماشي ماشي يلا سلام سلام يلا باي مش بقول لكم نظام غابة وسقط خلاص كل ما الواحد يحطوا يده على قلبه لحسنية من الحركة الذكية يطلع أغبة مما كنا نتخيل ايه بس المفروض يعني اللي حصل اللي برد نار الناس مين كان يصدق إن الرئيس حيستغنع الحبيب العدلي بعد ما خدمه السنين دي كلها ما هي دي الغباوة؟ ده ما هانش عليه حتى نفوقت زي داي راح يبو اسجينه أكيد طبعا عشان شال عليه بلاوي ده بعد خبر لأتقال ما طلق والناس فرح بيه طلعو ده فقال لك لا دي تحديد يقامة جابرية فاللي كسبوه من هنا راح من هنا طب تفتكي الحوار اللي هعمله عمر سلمان مع المعارضة بكرة هينجح؟ معارضة مين يا ابني؟ آه قذك المعارضة اللي بتقبط من النظام بتاخد أواميرها من أمن الدولة على التليفون وإنها بيوبروكم اسمقتوا هنحد بيعمل حوار مع ادراعو أيوا بس بيقولك الإخوان رايحين طبعا يروحموا عشان يخضوا شرعية ودول ما هيصدقوا بس مين قالك إنهم ما هيفروهم على في الميدان؟ ده برضو غلطة النظام بيوع فيها ده في ناس مفاهيمة النظام اللي بيحصل دورة الإخوان مع أنهم كانوا رفضين ينزولهم خمسة وعشرين وما نزولوش غري يوم تمانية وعشرين زي يوم زيباق الشعب بس مش ممكن نظام الجبروت ده حيصدق إن الشعب اللي استحملوا تلاتين سنة ممكن يصور لوحده عشان كده كل شوية هتأيبي لبيسها لحد مرة من بره ومرة من جوه عشان كده الموضوع شكله هيتطول بقولك إيه؟ بواس إن أنا مسافر بكرة مصر عشان ما كنتش هستحملك طهت هناك كفية طول اليوم يلا بينا على البيتة وأستاذ وبعلي كده اجتماعاتنا كلها هناك عشان المكتب ده أكيد مرصود من أمن الدولة يلا يا راجل ما خلص بقى هو أمن الدولة لسه فيحي ليرصوده متعيقلك مستر أكس نافر دويز يلا بينا؟ آه يلا وأنا هروح على البيتة عشان هجيبلكم حاجاتكم وأكيد طبعا هاخضع بتحقيقات ماما اللي هي بصراحة طحية أمن الدولة أهوم بالنسبة لي عنها يلا اتفضلوا اتفضلوا اتنورتوني والله اتفضل يا حود اتنورتوني لا اخليك اتنورتوني والله انا جبت الشرقة دي بقى محصوص بعيدا عن بيت العيل عشان هرقتبها وحط فيها كتب ومجلاتي وأضعر فيهم وأتفرغ لحد بقى بالرب كريم بقولكوا ايه انا عوزك بمتعيش ومتعت عاملوا محدش حاسسني لو مكسوف بقولك يا حودة الدولة بتاعة عمرك بنتش محتاج اي عزومة يعني تعامل ماشي الله يخليك عمر بقولكوا ايه انا عندي شوية فراخ ورحمة في الفرويزر حتى اللهم يفوقكم وأول ما مونى ما تجي نخش المطبخ كده جامعة ونامل ولم على شرف محمود تمان سوال بقول يا شادي ساعدني كده لحظة موسيقى ساعدني فوريزر تفوق ساعدني فوريزر تفوق موسيقى اطبع لنا كده جزيرة عشان نشوف آخر الأخبار موسيقى المتجار الذي شبه في خط الغاز الرئيسي لمنطقة جنوب العريش هو الآن هلت البشير؟ هما اللي عملوه ها؟ مش بعيد بس سواء هما ومش هما الرسالة اللي عاوزيني يوصلها للناس يقول لك شفتوا؟ مش قولنا لكم يا أنا الفوضى؟ وقبل ما تقولي شفت لسه المشور طويل الكلام ده ما عادش يأكل مع الناس ببصلة وبكرة تشوف يا أولاد يا الله يا الله يا لهينا فتما يا فتما يا فتما يا جزيزيك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة